رفع أسعار التذكر هذا ما أعلنته شركة الخطوط الجوية الليبية والإفريقية بسبب عدم استثناء المجلس الرئاسي المقترح قطاع الطيران من قرارات فرط الضريبة على العملة الأجنبية شركة الخطوط الليبية أعلنت رفعها الأسعار بداية من ديسمبر القادم بنسبة تجاوزت 150% من القيمة الحالية حيث كان سعر التذكرة من طرابلس إلى اسطنبول يبلغ نحو 900 دينار ليصل لأكثر من 2000 دينار تقريبا في حين أن شركة الخطوط الإفريقية كشفت عن نيتها رفع أسعار التذاكر ثلاثة أضعاف السعر الحالي بداية من ديسمبر القادم كذلك حيث كانت تبلغ نحو 1000 دينار لتصل تقريبا لما يقارب 3000 دينار الأسعار المتوقعة في حال قرنت بغيرها من شركة الطيران سيتضح وجود فرق واضح في القيمة فعلى سبيل المثال تبلغ قيمة تذكرة السفر من تونس إلى اسطنبول عبر الخطوط التونسية نحو 250 دولار أمريكي بفارق عن الخطوط الليبية بنحو 400 دولار أما إذا كانت الرحلة مماثلة عبر الخطوط الجوية التركية فسيكون الفارق في السعر مقارنة بالخطوط الليبية نحو 400 دولار كذلك ترجمة نانسي قنقر